أن تستنتجوا بعدد المستطيلات الفارغة فقرات متعلقة بأهمية الإدارة التربوية ذاكي اكتباسي دابند مكاً پداع بايا كذا يعني أن الإدارة التربوية مهمة مهمة لأنها كذا كذا مهمة لأنها كذا كذا ميسا شوق من مكانتا وكو جاغورا كو قدانتا مكانتا يكيد مهمنش يرى مهمنش نصبو دينا ماغنن كذا كو سبو ناكاو كذا كونا تأثير يبان غري كذا مسالي نعم سنة إنك تم بيكنك مي ايكي باركس يذكر نقطة ثانية عندك نعم المجوعة التي جنبكم السلام عليكم وعليكم السلام سنة إنه مهمة لأنها هي روح المدرسة وهي قلب المدرسة وهذا يعني استنتاج بما ذكرناه في السابق جميل وعليكم السلام ورحمة الله ممتاز المجموعة التي جنبكم تربية تربية أبناءها تربية صحيحة تربية 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 أبناءها تربية تربية أبناءها تربية أيها المدرسة نعم هي روح المدرسة هي المدرسة جميل لا لا ليس ثانيا أفوان منك سورارو سووو إن أمفدوة النقطة دمكر بوتا سين أمفدوة النقطة دبا إتباع أبناءها تربية 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 عندما جموعة الفلانية نعم مجموعة السادسة عليكم السلام جميل جدا الإدارة هي المسؤولة عن توحيد كلمة المدرسين جميل المجموعة السابعة نعم النقطة غير واضحة هي أساس هي النظام الأساسي للإدارة المدرسية الفعالة جيد جزاكم الله خير المجموعة السابعة نعم المجموعة السابعة ترى ذاكي ما نبياني دمحلية 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 ممتاز ممتاز يأتي إدارة المدرسية تنادي مهم من جسابة تكتكتكي بتردز أعرض آلي كمان تخطيط التنظيم وما إلى ذلك هذه مسؤولة الإدارة وصناعتي على هذه النقاط التي ذكرها في فقرة تالية إن شاء الله نعم مجموعة التاسعة ممتاز نقطة جيدة مجموعة التاسعة مجموعة العاشرة هنا هنا نعم تعالج تعالج مشكلة المدرسة العام العامة والخاصة نعم هذه نقطة عامة نعم مجموعة هذه عشر لا شك بين بين النقع السلام عليكم وعليكم السلام الدبارة لها أميّة كجيرة لأنها فعال مشاجد المدرسة وفعال بحضور المؤلمي على الوقت أو تأكيره لأنها حق بذلك ولو للمدارة مدرس يضغى المعاشا ما شاء الله هي ضبط هي تضبط سلوك المعلمين بشكل مختصر أحسنتهم هو وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام لا نراك أستاذ أول أهلا الشيخ أن يكون الإجارة مراكبة لجميع الشخص المدرسية الدكوين والمدرسية جاية المراكبة وهذه تسمى بالمتابعة والتكوين يعني من مسؤوليات من أهمية أنها هي التي تتابع وتكيم الأعمال المدرسية أحسنتم نعم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام الإجارة الأهمية العظيمة لأن الإجارة هي التي تتابع بعمال وكل ما يتعلق في مدرسة جميل يعني اهتمامها بالمدرسين والإداريين داخل المدرسة نعم بسمي عبدالله أبو بره الفاكي أهلا الإجارة تساعد على تنظيم المدرسة وهي المؤلفة بين المعلماء والظلام وتساعد على التقوير المؤسسة والإتحاد مجرح هذا يدل على أهميتها فعلا أحسنت السلام عليكم ورحمة الله بسمي محمد عمر ألي أهلا الإدارة عالية تساعد المدرسة على حصول أحداث المدرسة في مدة قصيرة جميل تحقيق الأحداث المدرسية هذه مصورة الإدارة الأولى وهذا يدل على أهميتها بالفعل المدرسة مهمة جدا لأننا تساعد المشاكل المعلمون والظلام خيئهم جميل هذه ذكرت هذا يدل على أهميتها طيب والإيكم السلام أرجو أن تكون هذه آخر مجموعة صحيح والإيكم السلام تفضلي أهلاً جيد هذه ذكرت أيضاً عند الإخوة هنا التنظيم يعني من أهميت أنها التي تنظم شؤون المدرسة والإعليم وعليم السلام والإعليم 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 تساعد التنظيم الأحد التنظيم جيد هناك نكاد مكررة وهذا يدل على أهميتها ونشكر هناك مجوعة أخرى طيب ما شاء الله أحسنتم ذكروا نقطة مهمة جداً في الإدارة وهي التنسيق وعليكم صلى الله أهلاً صلى الله شكراً التحفيز التربوي جميل هذا يعني ينعكس على المعلمين والطلاب بشكل عام أعتقد أن انتهينا جيد أنا أشكركم على هذه المشاركة وهذا هو طبيعة السمينار والورشة العملية حتى نسمع من الإخوة ونستفيد من أفكارهم أيضاً كل ما ذكرتم فيه هو ينصب في ما يدل على أهمية الإدارة التربوية ولذلك يجب أن نهتم بها ونعمل جادين في تحسينها دائماً وهذا من أهداف هذا اللكاء هذه الورشة التي نظمت من قبل جميع اتحاد المدارس الإسلامية الآن الآن نكف مع هذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله فقط لكي نغير الجو قبل أن ندخل في العنصر التالي يقول رحمه الله لنصبر على مر الجفى من معلم فإن رسوب العلم من نفراته ومن لم يضق مر التعلم ساعة تجرع ظل الجحل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته أهم شيء فيما يتعلق بموضوع دورتنا هذه هو البيت الأول لنصبر على مر الجفى أو مر الجفى من معلم فإن رسوب العلم من نفراته يعني يدل على أهمية المعلم والمعلم دائماً هو تحت مدير وهذا المدير هو المسؤول عن المعلمين وبالتالي لابد أن نهتم بالإدارة لأنه التي تحرق هؤلاء المعلمين وبالتالي يتحسن أداؤهم فينعكس إيجاباً على أداء الطلاب يمنم لما يمنش مالمي أما كرانتا وانا كمشينا كركش شكباً وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا كأن الإدارة التربوية الفعالة مهمة جداً لأنها ضرورية ولازمة لكل جهد جماعي مهما كان هذا المستوى وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا مهمة جداً شكباً وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا وانا كرانتا ليس من وują الله لأن المواارد لم تستخدم استخداماً امثل إذن من ما يدل على عميت الإدارة أنها المسؤولة عن هذا استخدام للمواارد البشرية والمدية المتاحة للمدرسة رابعاً هي عهدة الادوات الرئيسة في نجاح وتقدم النظام التربوي بكامله والمرهون بجودة الإدارة وقدرتها على القيام بمحامها دي اندعك جيغاش انت نصر الارن سيستم نعلم توبا كتنة جوا إدارة المكان تأتي كمار انج واندعك يأيكي تقرو نانجنا أمسا موانا نصر دي يوم مكان تنم امبا مدى إدارة ميكو واندعك يأيكي امبا مدى إدارة ميكو واندعك يأيكي واندعك يأيكي واندعك يأيكي الادارة التعليمية أو التربويية الفعالة هناك نكات أخرى سأتجاوزها مكتوب عندكم في المذكرة سأنتقل إلى أهداف الإدارة التربويية أهداف الإدارة التربويية واندعك نمدير منيني مهما ما نحن نحن نمدير واندعك يأيكي واندعك يأيكي واندعك يأيكي واندعك نمدير عندنا عادة من الأهداف أهمها بناع شخصيات الطالب بناعك متكاملة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وتربويا ده كم جانبين تربيا شما يظامة شوا ينهي غبنة يكاماتا ينهي غبنة بيكماتا وثقافيا كم يظامة تم سقافة معنى ياسان ابو بوا ياسان تاريحي نمسلنشي ياسان دونية دهيكي ياسان كمبيوتر ياسان ابو بوا ده كوانا سقافة ينهي غبنة يشتاوان لن يظامة يزامة يظامة مبناء المتكاملة واشتماعيا ده كم تفنة اجتماعية معنا زمان تكيوا ياسن علاقة شدادان اوان سادة زمن ياسن علاقة سادة ابوكين ياسن علاقة سادة اياي بيايا اياي دك وانن علاقة اجتماعية التي تحكم الانسان وهذه كلها تبنى في المدرسة وهي مسؤولة الادارة الاولى او من اهدافها الاولى من اهداف الادارة ايضا تنظيم وتنسيق الاعمال سارة ايكا دكوما ررّب ايكا دكوما ين ايكا تارد جونا شين تنسيقي ينا اجتماعي من فوقي ادارة في المدرسة اما كرانتا يظامكم تنظيما يقصد منه تحسين العلاقات بين العاملين في المدرسة واننسار ان انا يشنادو مني كيوتي تعلاقات ساكان ما لمي ساشي سدساشي جس انا زي كاو ررّبوان كاونا ساكان ما لمي توعقوي جارة اجتكيش وسرعة انجاز الاعمال واننسيقا كما يظامكم تنظيما ايكا اكل وقت من اهدافها ايضا تطبيق مراعات مراكبة العنظم والكوانين التي تصدر من الادارات العليا المسؤول عن التعليم وتخص بالذات بذارة المدرسية ذاك انشي يو قوانيس ااري يزو دكو منيستري of education وزارة التربية والتعليم انا سواع دبكاش اما كرانتو توداك كي من هو دكو من ادارة المكرانتا شينيس كلموان نو امنن بيزو دكو من ادارة اما اذا ايضا ايضاك ايضاك اشيك وما يدارة دمون فهم مكرانتا باتارد عانسا متذكروب عانسا مكرروب مكرانتو زاق نا اسلاميو ديو باساك وزارة التعليم سابانين صوران كساشي زاق دي الصوران كساشي مسامن كساشي اللهم دكو مكرانتو دم مكرانتا تستجيب لمطالب وزارة التعليم والتربية تعملي على كل حال دم مكرانتا دا ادارة عليا كو مجلس رامين تتو كوش كو مجلس الشورى دا سيك اعلمي كما تعي توا نا ابن زاق بمثابة ما ياتي من الادارة العليا وانا ايكين ادارة نا ابن تكتا باكاشي يادا دا اينه وطو اهداف نبكرانتا باسا من اهداف ايضا وضع خطط التطور والنمو اللازم للمدرسة في المستقبل باكاشي اعلمي اعلمي مكرانتا يو قايد تكي ياكما تبعانش كرا بير تأقه تكيون متاكين ايكين ادارة اتشير مكرانتا بيزم اتشي باكاشي باكاشي اتكي انا تكي اصلي ما عرأ يو باكاشي اعلمي اصلي لا يوجد الوقوف البتا في الحياة كما قال ابن الرحمن الله باب اعلمي اذا اصلي 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 اذن من اهدافها وضع خطط مستقبلية لتطور المدرسة ايضا اعادة النظر في مناهج المدرسة وموادها ونشاطتها وصائل تعليمها ومكتبتها وبرامجها الدراسية وتمويلها دولا عدد كاللان انا ربوين ان صلبس دا مواد ناكما كرانتا دا كوما هنوين كرانتا روادن دا مكتبا دميكي دا اتا دا برامج دمو program دميكي دا سو ديك ايضاك وانا شغر دا عبن دي كمات اعشغر ناكودي دو مي انجن طوينا عبو بوان سيكوما الاشراف التام سيكوما الاشراف التام اما كرانتا في الحاضر والمستقبل اخوة صورة هداف سنة ديوة سبوة ديوة سو مسايا دوانا خصائص الادارة التربوية الفعالة سنة سبوبي دسكا كيبان الادارة التربوية الفعالة لكذا انجن ادارة التربوية الفعالة كانت توقع انجن طوينا وانا صفوفا اتا رد ايتا الخاصية الاولى انها ادارة هادفة ادارة هادفة ادارة تشمي هدفي دي ادارة باتده هدفي باتده منفة تواننبه فعالة بجي وهذا يعني انها لا تعتبد على العشوائية او الصدفة في تحكيك اهدافها وغاياتها بلا على الموضوعية والتخطيط الصليم تانا دوغراني اعكم موضوعية كومي اعنا کلن objectivity با كوي حاك اكي ابن برندما لبا سهري وانشي اعكي نفي دا ادارة هادفة سننن سبا تبيو كو خاصية تبيو من خصائص الادارة التربوية انها ادارة ايجابية ادارة تدكي دا سبا تا ابن positive positivity معنا ادارة تانا کلن ابن دذي كاو ادارة جماعية ادارة جماعية معنا تكون بعيدا عن استبداد والتسلط باب كاماكرا باب كاماها يظمت ادارة تانا ابن ده دولة تيرس يايب با دولة شزا مستجيبا للمشورة ادارة جماعية تانا کربان شاوارا دقماتي مكم مدير دقمو مالمي ومدركة للمصلحة العامة ادارة جماعية ادارة جماعية الخاصية الرابعة افراد ادارة جماعية ادارة جماعية ادارة جماعية وهذا يعني انها تتم في وسط اجتماعي يهدف الى خدمة الطلبة الذين يمثلون اللبنات الأولى في نهضة المجتمع ادارة جماعية ادارة جماعية تانا کلم community الومر دميكي جيكي منيني اهل الرأيوس ميكيام معنا وسماني ابو بوا مسترجع تبيردونا الومر ادارة جماعية ادارة جماعية ادارة جماعية ادارة جماعية تول اللي كنا دا ادارة اجتماعية تانا کلم مجتمع ادارة جماعية الخاصية السادسة ادارة تكنولوجية ادارة جي تكنولوجية ميما معنا تكنولوجي اصلن کلم تكنولوجي کلم جي اغريكية تتكاوم من جزئين تكنو والوجي تكنو ومعنا ويعني الطريق او الاسلوب تكنو طريق او الاسلوب في اللغة الاغريكية و لوجي ما معناه علم العلم هو لوجي تكنولوجي سيكولوجي لوجي هذا معناه علم علم حياة علم كذا إذن اذا قلنا تكنولوجي جماعنا الجزئين مع بعض هذا يعني الطريق العلمية او الاسلوب العلمي في الامور او الاسلوب او الاسلوب الاسلوب التي تطبق في مواجهة المعاوكات العلمية بهم هذه الل Eld czegade نتسجر و نتوлем تقم في الاسلوب علم نتسجور hero الاسلوب انت ادائي تكنولوجي نج footsteps في ميدان الداداة لمини او الاسلوب البدر صحيح اتو اطلب الاسلوب نسمح على خصائص ستة للإدارة التربوية الفعالة هناك مشهد مرئي واندن فيديو نظامك الله يكاروننا مهما شخصية بيدنا وطأكو أن من خصائصها أنها إدارة جماعية ما معنى جماعية الإدارة أرجو أن تشاهدوا معي هذا المقطع وتعلقوا عليه ونتوقف عنده للإستراحة واندن فيديو نظامك الله واندن فيديو نظامك الله واندن فيديو نظامك الله واندن فيديو نظامك الله أرجو أن تركزوا جيدا عليه يبدو جمعة من الأشخاص يحاولون أن يأكلوا طعام معين في وسط بئر واندن فيديو نظامك الله وخصائصان واندن فيديو نظامك الله شكرا شكرا طيب ما تعليقكم أيضا يسعى هذا يجب أنك لا تعتمد على نفسك لا تعتمد على نفسك جيد تعليق جيد قبل أن في النهاية واحد يفكر ويعتمد على واحدة تفكر في طريقة معينة أن هذه الملايكة الطويلة يمكن يمكن أن يخدم بعضنا بعضا باختصار حتى نكتسب الزمن يمكن أن نخدم بعضنا بعضا معنى أنانية هذا يمكن أن يكون هناك حسومة قالبيات كنت في المقرن سنكي قوية سيشي سيكا كيبك تنصراب لا ونقابي تنصراب أما أن ذاك الزمن تساعد الآخر والآخر يساعدك وهو يساعده آشق آخر سيكتشوه أقبال من تيموكيجونا من كيكتشن نصر ونشيني أتكتشي ونن مقدار نيكي نون وزامي نشاد قدادة كوينا سؤال مباشر سيمتفزو استراحة إن شاء الله وننسو أسئلا هذا النشاد يتعلقوا بخصائص الإدارة التربية الفعالة لنتعرف على هذه الخصائص بأنفسنا من خلال النشاد التالي زنبا دي سبا كيكما سيكا بدأ من نشاد كيسا سيكا بدأ من خاصية زنبا دوودني وانا جزي إذا كنت سبا خاصية معينة كيكما سيكا وانا خاصية تحدث إلى خدمة الطلبة وتخاصية تحدث إلى خدمة الطلبة انظر جيدا أين المذكرة اجتماعية جميل تدريك المصلحة العامة جماعية تتصف بالمرونة ولا تنحاذ لأعراء معينة إنسانية تعتمد على الموضوعية تعتمد على الموضوعية هادفة إدارة هادفة تواجه المعوقات بالأسلوب المنظم تكنولوجية تواجه المعوقات بالأسلوب المنظم الأسلوب العلمي وأخيرا لها الدور القياد إيجابية أحسنت أشكركم شكرا جزيلا ونكف هنا لإستراحة لكن قبل أن نخرج هناك تعاليك من شيخنا الكريم بإذن الله أنا أتوقف هنا وأدي المايكفول للموضوعية شكرا جزيلا شكرا جزيلا للموضوعية 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 شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة